شكراً سيبو محمد في البداية معي سيبو بكر والفونداسيون على هذا اللقاء وهنئها مرة أخرى على هذا الإصرار وهذا الاستمرار في الحضور في النقاش العمومي وفي تأطير هذا النقاش العمومي بطرح إشكالية جوهرية والتفاعل مع نخب فاعلة ومنتجة للخطاب في بلدنا وحتى الشعار اللي اخترته المؤسسة هو في الواقع شعار إشكالي علاش لأن في المرحلة الحالية كيتلاحظ من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال حتى الجلسة الخاصة ومن خلال عديد من الملتقيات اللي المواطنين كيعبروا فيها على مشاعرهم وعلى آراءهم كيتلاحظ بأن مفهوم الوطن أو الوطنية أصبح فيه التباس واصبح أيضا حتى الحب الوطن أصبح موضوع متير للسخرية عند الشباب اللي كيعتبروا بأن الوطن لم يعطيهم شيئا هما كيتصوروا هكذا واللي عندهم كذلك نظرة إلى المستقبل متشائمة جدا ولهذا حضور هذا الشعار مهم لأنه يطرح ثلاثة الأشياء في المعنى دي الوطنية كي يطرح مفهوم الشعور بالانتماء الانتماء إلى الجغرافية الانتماء إلى تاريطوار وما عليه من ممتلكة رمزية اللي الدستور حددها في 2011 واللي هي متعددها كمكونات وكمستوية فهذا الشعور بالانتماء المتعدد لمستوية هو مهم جدا لكنه بحاجة إلى تنظيم وبحاجة إلى تقطير وهناك يمتقصر بلدنا المسألة الثانية في المعنى الحب الوطنة والانتماء ليه هي تعلق بالعيش المشترك اللي هو اليوم مفهوم رئيسي وجوهري لف النقاش العمامي ولف النظام التربوي اللي احنا كنترقبوه من خلال تفعيل نموذج 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 وتنزيله ولا كذلك من خلال الصراع الموجود في المغرب حول القيم وحول السلطة وحول التروة وغير ذلك فهذا العيش المشترك غير ممكن إلا في إطار الشعور بالانتماء إلى وضع المسألة الثالثة هي التشاركية والإنتاجية أن الفرد في المغرب بشعوره بالانتماء من الضروري أن يقوي إنتاجيته ومرضوضيته كفرد فاعل لأن تبين من خلال التجارب الناجحة في العالم كتجارب تنموية ناجحة بأن الفرد لما يحظى بهذه المكانة ويكون عنده هذا الشعور القوي بالانتماء إلى وطن كتكون الإنتاجية ديه مرتفعة خاصة لما يشعر أيضا بأن حقوقه في المواطنة موفورة ولهذا العديد من الناس اليوم يتكلموا على المواطنة وما يهدروا شيء على الوطنية ولكن أنا أعتقد أنهم أنهم متربطين فالسؤال لكم محمد هو جوهيري بالنسبة لي شخصيا لماذا؟ لأننا كمهتمين بالشأن التقافي والعمل المدني والحقوقي لاحظنا بأن السياسة في بلدنا أصبحت عبارة عن تقنيات وأصبحت عبارة عن حسابات الأرقام وأصبحت أيضا خطابا بدون محتوى ولدرجة أننا وصبحنا كنسمعو على أحزاب سياسية تلجأ إلى جهات معينة لتصاب برنامج انتخابي هذا معناه أنه لا توجد إيديولوجيا لا يوجد مصار فكري لا توجد مخبة منتجة للأفكار السياسية في الحزب وهذا مشكلة خطيرة جدا لأن بالنسبة لنا السياسة بدون فكر هي سياسة عمياء عمياء الفكر السياسي لما تنتج في واحد البلد كيكون يضيء الطريق ديال السياسة وكيبني المشروع الوطني والمجتمعي باش كتولي هناك كيقولي هناك وضوح في الرؤية وفي الاتجاه وانا كنت في واحد الوقت في 2007 و2008 لما ظهرت واحد تنظيم كي تسمى حركة لكل الديمقراطيين قلت إلا كان هدفها هو جمع النخب وخلق نقاش سياسي في البلد من أجل تجديد المفاهيم أو تطويرها من أجل إيجاد أفاق جديدة للفعل السياسي فهذا غيكون عمل عظيم بالنسبة للبلد ولكن إذا كان القصد هو أننا نعملوا بها حزب سياسي سيكون اختيار خاطئ ومفليس هذا كلام قلته وصرحت به للصحافة في ذلك الوقت يبدو صدقة نبؤتك نعم يبدو صدقة نبؤتك بالطبع يعني صدقات لأن الناس اللي استقلوا من بعد من التنظيم السياسي قالوا لي نفس الشيء أنهم كانوا ينتظرون أشياء وأصيبوا بالخيبة لهذا أعتبر بأن ما جاء في النموذج النمووي في التقرير النموذج النمووي فيما يتعلق بالتقافي مهم جدا لأن تغيير النظرة إلى السياسة المرتكس دياله هو التقافي لأن التقافي هو اللي يغير الدهنيات وكيبني المواطن وكيبني وعي جديد وبدون مجتمع مؤهل لهذا التغيير لا يمكن للفعل السياسي أن يكون في المستوى المطلوب تغيير التقافي أنه يحتاج إلى عقود وعقود وعقود يعني لأنه يعني يحتاج لمدة لكن يعني في المنظور المتوسط يمكن خلق وعي جديد لدى المواطنين اللي يتولي عندهم رغبة في المشاركة في السياسة ولكن بواحد الوعي اللي هو وعي متوازن ومنساجم مع تطورات والتحولات اللي كان في بلدنا فنموذج التنموي كان انتقال من تدبير التقافة كقطاع إلى اعتبار التقافة هي أساس التنمية وتطور المجتمع بمعنى عوض تنمية التقافة كقطاع واللي نفي تنمية المجتمع بالتقافة في رأيي هذا هو الطريق الصحيح اللي كي يعطي لأسس دي الفعل السياسي ناضج لأن الآن المشكلة اللي عندنا هو أن عندنا واحد المجموعة دي المحبيطات اللي كتجعل أن الفعل السياسي في بلدنا غير مرضي ولهذا كنعتقد أن هذا هو السبب اللي يجعل المؤسسة دي الفقية التطواني كتختار هاد الإشكال دي السياسة بصيغة أخرى أو بشكل مغير هناك واحد الآلية دي التدبير من فوق ما زالت موجودة في الحق السياسي في بلدنا وهذا كي يجعل أن الفاعلين السياسيين غير مبادرين ولما كيكون عندنا فاعل سياسي غير مبادرين ما يمكنش نشوفه السياسة بصيغة أخرى غير ما هي عليه ما دمنا لا ننتج المبادرة ولا نبنيها ولا ننتج الفعل بل ننتظر فإذا نخصنا أولا واحد المبدأ دستوري اللي تحقق في 2011 وكنا نضلنا بزف في النقاش اللي كان ذاك الوقت مدة أربعة أشهر ونصف ناضلنا وتقاتلنا بس يكون في الدستور وهو ربط المسؤولية بمحاسبة ها هو أصبح مبدأ دستوري هذا المبدأ هو اللي ممكن يخلق لنا فعل سياسي مسؤول وبالصيغة التي نريدها كناس يعني نحلموا بالديموقراطية ولهذا فالتغيير أو التدبير ينبغي أن يكون من أسفل إلى آلة وليس أن ينتظر كما لو أنه ينزل من السماء وهذا يجعل لنا فعلين سياسيين ضعاف ما عندهم شيء مصداقية واتقدي للناس فيهم أيضا سبحات ضعيفة لأنهم ينعاتون بأن ما عندهم شيء المبادرة وما تنسوش تابنوا معنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة